أعتقد أن صورة باتت واضحة لديكم أنا أحدثكم عن شيء موجود على أرض الواقع بإمكانكم أن تتأكدوا منه بأنفسكم لكنني لا أفترض بشكل نهائي أن الرواية تنطبق على هذه التفاصيل التي عرضتها لكم هناك احتمال أن الرواية تنطبق على هذه التفاصيل لا نملك دليلا قطعيا على ذلك لأن الهدم له معنيان إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره ربما تقصد الرواية هدما كليا لهذا الحائط أن يقع الحائط بتمامه على الأرض وربما يكون الهادم معلوما معروفا هذه الاحتمالات قائمة قد يكون في زمان قادم لكنني جئت بهذه الصور وبهذه الفيديوات مثالا مقربا ومقربا جدا لما جاء في هذه الرواية ومن يدري ومن يدري وربما أن الرواية تتحدث عن هذه الواقعة وهي واقعة غريبة الواقعة حدثت في تسعة وعشرين سبعة ألفين وثلاثة عشر ميلادي لماذا لم يقم المسؤولون بإصلاح هذا العيب أتعلمون لماذا هناك تسريب من داخل أجواء المسؤولين أتحدث عن المسؤولين الذين كانوا في زمان الواقعة لأن الواقعة قد حدثت في السنين الماضية تسعة وعشرين سبعة ألفين وثلاث عشر نحن اليوم في ثلاثين أثنعشر ألفين وواحد وعشرين حينما حدث هذا الصدع حدث هذا الخراب والذي ربما يكون بسبب سحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل صلوات الله عليه من النفق المسمى باسمه حيث تنطبق الرواية عن إمامنا الصادق من أن الخراب في جامع الكوفة يكون من العمران بسبب التعمير هناك حدث الخراب هنا والفاعل سيكون مجهولاً ومن هنا جاء التعبير بفعل مبني للمجهول إذا هدم حائط مسجد الكوفة من دون ذكر الفاعل لما وقع هذا الخلل المسؤولون أرادوا أن يقوموا بعملية هدم للحائط وأن يعيدوا بناءه لأن المهندسين هكذا اقترحوا هذه معلومات مسربة من أجوائهم هكذا وصلتني فهناك من نبههم إلى أن رواية موجودة تقول من أن هادمه لا يبنيه فتشاؤموا من الأمر وحاولوا إصلاح العيب بهذه الطريقة هذا هو السبب في ترك هذا العيب من دون إصلاح وهذا العيب يزداد يوما بعد يوم يقولون نتركه كي ينهدم من عند نفسه فليس هناك من هادم له هذا غباء حينما يترك كي ينهدم من عند نفسه فتارك الحائط حتى ينهدم من نفسه هو هادمه هو هادمه هذا غباء وربما هو هذا الذي يجعل العلامة واضحة من أن هادمه لا يبنيه لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك فيما يرتبط بمسؤولي المسجد لا شأن لبهم أنا أستعرض ما جاء في أحاديثهم صلوات الله عليهم وأعرض أيضا المعطيات من خلال ما يجري على أرض الواقع نفسه نفسه نفسه